الإنسان فطرة تقتضي ثلاثة أشياء اكتساب الجمال استكمال الجمال إظهار الجمال الله هشرك الخلق الإنسان يحب أن يكتسب الجمال ما فيه أشكر يحب أن يستكمل الجمال ما فيه أشكر يحب أن يظهر الجمال ما فيه أشكر خذوا زينتكم عند كل مسجد يمكن هذا التعليم لا نجده في دين آخر حقيقة الإسلام كامل لطيف جميل خذوا زينتكم المرأة عندما تريد أن تصلي يستحب لها أن تصلي بزينتها وتستكمل الزينة أيضا هذا محبوب من الناحية الشرعية ولكن هناك منطقة محددة الزينة لا يمكن للمرأة أن تظهرها لكل أحد أكو هناك منطقة محددة كثيرا ما المتدينين يتسامحون في هذه المنطقة هذا ابن العام قوة هذا من أقرباننا هذا ابن الخار هذا أخو الزوج دولة كلهم يعتبرون محارم في نظر بعض المتدينين لا الشارع المشرع يحدد تحديد تفصيلي بمفهوم الحاصر اللي هو أقوى المفاهيم من الناحية الأصولية حاصر فقط هذه المنطقة هذه المنطقة اللي ماكو عادة خوف الإثارة أو ضرورة الحياة تقتضي ذلك ولكن خارج هذه المنطقة لا يمكن ماكو هنالك تحديد شرعي للزينة الزينة شنو معناها ماكو تحديد شرعي إذا ماكو تحديد شرعي كل ما يقال له عند المجتمع أنه زينة هذا إظهار محرم كل شيء يقال له زينة حتى إذا خاتم خاتم الزواج أو غير الزواج إذا سمي الزينة عرفا هذا محرم إظهار في بعض الاستفتاءات الشرعية أن بعض النساء يلبسن خاتم مو للزينة أو للسنة وإنما للذكرى أو للوفاء إذا زوجها ميت مثلا هذه الذكرى من الزوج وفاء للزوج هل يجوز إظهار هذا الخاتم الجواب على ذلك أنه هذا إذا زينة حرام إظهاره والخاتم زينة عرفا نوع من أنواع التزينة حتى بعض الفقهاء ذكروا ولاحظوا الدقة ذكروا أن الحف هذا نوع من الزينة المرأة عندما تذهب وتتزين كيف تتزين وحدة من عوامل الزينة الحف فإظهار الحف خارج هذه المنطقة محرام إذا المرأة تريد يجب عليها أن تستر أو لا تخل واحد من الأثناء زينة عرفان ما يسمونه زينة ما يقال أن هذه المرأة تزينة ليش تزينة عزينة